بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لما تم شرحه احنا خدنا ازاي اساسيات الفايدة وعرفنا انواعها وعدد ايام السنة والشهور واسماء الشهور وكل الكلام ده وخلاص دلوقتي نقدر بقى نشوف الفايدة والجملة بتحسبه ازاي منهاردة نبدأ اول حاجة ما هو قانون الجملة يعني جملة انا دلوقتي حطيت مبلغ في البنك وعايز اشوف بعد ماجهة اصحابه بعد سنة او اتنين او تلاتة هيبقى كامل فالجملة من الموضوعه برمز اس زي ما احنا شايفين كده بتساوي المبلغ اللي هو اللي انا حطيته في البنك زائد الفايدة اللي انا حسبتها الفايدة اللي انا اديدك قانونها المرة اللي فاتت وهنشوفه تاني الوقت وفيه صورة اخرى للجملة زي ما احنا شايفين كده هقولك امتى نستخدمها هذه الصورة وهي بتستخدم لما ما يطلبش مني الفايدة ويطلب الجملة بس فاقدر اعوض في هذا القانون اللي هو بيساوي المبلغ افتح قوس ادي المبلغ افتح قوس واحد زائد المعدل في المدة وده يعني استخدام بس مش دلوقتي بعدين هنعرف نستخدمه ازاي يبقى المرة اللي فاتت قولنا احنا قانون اللي افكرك قانون الفايدة ازاي يحسب فايدة المبلغ المبلغ بتاعي في المعدل في المدة وطبعا اتكلمنا عن المدة لازل تكون بالشهور ايضا ايسف لازل تكون بالسنوات اما لو كب الشهور او بالايه معرفنا زي نقسمها ونعمل طيب نشوف اول مثال عندنا المثال رقم واحد بيقول لي ايه اقتر الشخص مبلغ خمس تلاف ايه بقى المبلغ ده هو الايه لازم اترجم بسرعة كده من بنك الرقح بمعدل ادي الاي لمدة عامين ادي الان اتطمن الاول الان دي بالسنين خلاص يبقى انا كده مزبوط مية في المية مش هقدر اعمل فيها حاجة تعال بص المبلغة ترجم طيب هو بيقول لي احسب الفايدة يعني عايز الاي واحسب الجملة يعني عايز الاس انا حتى كتب لك هنا في الحل ايه اللي عايز وعايز اي ادي علامة استفهام عايز اس يعني عايز فايدة وعايز جملة طيب البيانات اللي عندي عندي المبلغ الايه عندي الاي عندي الان بسنتين اطبق القانون الاولاني للفايدة مبلغ في معدل في مدة المبلغ بخمس تلاف ضرب عشرة في المية يعني عشرة عالمية تدين الشكل ده في سنتين على طول يبقى الفايدة مقدارها ألف ريال يبقى الوقت يعني المفروض للخمس تلاف أنا حطيتهم فايدتهم ألف ريال لما جاء أسحابهم مش هيبقوا خمس تلاف أحسب بقى الجملة الجملة أشوف المبلغ اللي أنا حطيته زائد الفايدة للبنك حسب هالي يبقى هذه المبلغ اللي أنا حطيته خمسة زائد الألف يديني ست تلاف ريال مباشرة خالص وممكن حتى ما تستخدمش الآلة الحزبة يبقى أنا بس بترجم من أرقام إلى حروف وأخف وأخف أنا عندي قرونين اللي غير دلوقتي القانون القهوة والقانون ده المبلغ في معدل في مدة ديني الفايدة المبلغ زائد الفايدة اللي حسبتها يديني الجملة المثال الثاني بيقول لي في يوم 13.05 طبعا ممكن يقول لي 13.05 أو 13.05 ويبقى لازم يبقى حافظ أسماء الشهور كويس في يوم 13.05 أو دع أو دع مبلغ خمس تلاف ريال يبقى دي المبلغ والذي يحسب فايدة بسيطة بمعدل 15% واتفق مع البنك على سداد المبلغ هو مش قاودع أنا آسف هو اقترد احنا بس كلمة اقترد نقصة هنا ما فيش مشكلة اقترد مبلغ خمس تلاف ريال لأنه هو بيقول لك هيسدد من أحد البنوك بمعدل 15% واتفق على سداد المبلغ يوم 13.12 اللي هو دي شهر ديسمبر عايز برضو الآي وعايز الآي طيب في عندي ملحوظة مهمة هنا جدا لما يجيب لي المدة بالأيام كده يعني جوه أيام الشهر 13.05 ونفس اليوم 13.12 يبقى اتفق يوم القرد ويوم التزديد أو اتفق يوم الإيداع والسحب لو اتفقت الأيام دي 13.15.15 تحسب المدة بالشهور يبقى اتفق يبقى دي ملحوظة نحفظها كويس جدا عشان نعرف نعد ازاي يعني اعد من شهر 5 لشهر 12 يعني من الاخر اطرح شهر 12 من شهر 5 يديني 7 شهور يبقى متى استخدم الشهور حتى لو جايب لي فوسط الشهر اذا اتفق يوم السداد ويوم السحب او اتفق يوم الإيداع ويوم السحب او اتفق وهكذا ماشي كده طيب نكتب بقى نترجم من العربي ده الى رموز الرياضة المالية ايه المبلغ ايه المعدل ان 7 شهور من 13.5 الى 13.12 اطرح 12 ناقص 5 يديني 7 بس كده اجي هنا بقى انا عايز الفايدة والجملة اجيب الفايد مبلغ في معدل في مد ادي المبلغ 5000 في المعدل اللي هو 15% المدة بتاعتي بقى 7 شهور ما ينفعش اكتب شهور لازم اقسمها على ايه على 12 ارجع للفيديو الاولاني وانت هتعرف هاي ادينا 437.5 خلاص ده اسمه ايه الفايدة الفايدة بتاعت المبلغ انا اقتردت 5000 هسددهم زيادة 5000 زائد الى 437 فالجملة هنا جملة المسدد هيسدد كام اللي انا عايز احسبها احسب المبلغ اللي هو 5000 اجمع عليه الفايدة يبقى دي المبلغ زائد الفايدة يديني 5437.5 ودي كانت مسائل يعني الملحوظة اللي هنطلع بها من هذا المقطع ان احنا لازم نعرف اذا اتفق يوم السحب ويوم الاداع يبقى نحسب المدة بالشهور طيب مسألة كمان برضو عشان اهم حاجة في المادة دي يا جماعة تطبيق كتير جدا يعني لازم نطبق في كل المسائل المكتوبة نحلها بادينا تاني في يوم 13.5 اقترض شخص مبلغ 30 ألف ريال ادي المبلغ والذي يحسب فايدة بمعدل 15 ادي الآي واتفق المكتوبة على السداد يوم 13 12 برضو يبقى دي 13 و13 يبقى عندي من شهر 12 الى شهر 5 ادي شهر 12 الى شهر 5 دول 7 اشهر احسب الفايدة برضو جملة نفس المسألة السابقة ولكن غيرنا المبلغ فقط عشان نعودك على الموضوع ادي الاي ادي الثلاثين ألف ادي الآي اللي هي المبلغ ولحساب المدة من 13.5 الى 13.12 هنا نلاحظ اتفاق يوم الايداع ويوم الصحب وبالتالي يتم عد المدة بالشهور مباشرة يبقى 7 شهور بقيت ان عندي ب7 ما حدش اكتب لي بقى 7 بس لا 7 على 12 فنحسب الفايدة هنضرب المبلغ في المعدل في المدة ادي الثلاثين ألف المبلغ في المعدل 7 على 12 وانا بأكد اهو لازم تقسمها على 12 عشان تحولها الى سنة عشان تحول الى سنوات زى ما اتفقنا في الفيديو الاولين طلع 12625 ده الفايدة طيب اروح جامع المبلغ زائد فايدته يديني الجملة يبقى لتلاتين ألف زائد الالفين ستمية خمسة وعشرين يديني ايه اتنين وتلاتين ألف ستمية خمسة وعشرين يبقى كده عرفنا نطبق النهاردة على اول قانونين عندنا في الفايدة البسيطة اللي هي قانون الاي وقانون الاس نحفظ القانونين ونطبق التلات مسائل دول هنعرف ان شاء الله نحل لأي حاجة وبعد كده مع الفيديوهات القادمة ان شاء الله هنعرف الافكار الجديدة ونلتق ان شاء الله الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله